موسيقى احد المجموعة الدراسات كان عندي الرقم درسوا عدد كبير جدا من الخلايا النحل 23 كانت قدمتها في مجلس المستشارين درسوا هذه الخلايا النحل باش يوقفوا عنده الاسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الظاهرة الجديدة مجموعة من الاسباب محتملة اولا تغييرات المناخية ثانيا قلة التسقطت ثالثا تنكر بعض العوائد الجديدة في طربية النحل لانه النحل يبقى يعني كيفما كالحال يبقى معقدا باقي ما فهمناش مزيد اخذينا مجموعة من العينات التي تمت دراستها على المستوى المختبرات الموجودة وطنيا وارسلت عينات اخرى الى الخارج ننتظر عودة هذه النتائج لكن حتيجوا هذه النتائج تعمل برنامج برئاسة سيد رئيس الحكومة كانت فيه 130 مليون درهم من اجل ماذا اولا توفير مجموعة من الادوية لمعالجة بعض الامراض بحل الفرواز مرض الفرواز ثانيا تعويض هؤلاء الفلاحة عبر منحهم مجموعة من الخلايا الجديدة ثالثا هي انه نعمل واحد مجهود على مستوى المراعي اللي كتهم هذا هذا النحل باش انه تكون في واحد مستوى معين ورابعا هو المواكبة في البحث العلمي وخامسا هو انه هذه الخلايا النحل مستقبلا سوف يتم ترقيمها مثلها مثل السلاسل الانتاج الاخرى مستقبلا فالبرنامج اطلق وتم تأكيده حينما اطلق صاحب الجلالة البرنامج الكبير من اجل اغاثة العالم القاروي اللي في عشرة المليار ذي الدرهم وهذه المئة وثلاثين مليون ذي الدرهم موجودة والحكومة مستعدة تواكب هذا لانه يشغل وينتج حوالي 8000 طن من العسل سنويا شكرا لكم موسيقى 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 موسيقى